اشتركوا في القناة اللي بتطالوا باستمرار واللي قالت انه اعتذر عن مجموعة من الاعمال التمثالية بسبب سوق وضعه الصحي واعتبر زايدان انه وقت تكون مواقع التواصل الاجتماعي بيد الاشخاص السيقين بتصير ساحة خاصة لهالاشعاعات واضافع صفحته الخاصة انه رح ياخد الاجراءات الانونية بحق المواقع اللي بتنشر عنه اخبار ممنحة الدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري حسام حبيب واعتبروا المتابعين انه عم يتوعد بفتح الفنان المصري شيرين عبدالوهاب وانه عم يكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاقه منه بس بعد التدقيق اتبين انه الفيديو قديم ومنه موجه لشيرين بل لشخصية اعلامية شركة الاعلامية الاردنية علا الفارس الجمهور الصورة الاولى من حفل زفافة وهي لابسة فسطان الزفاف الابيض وعلقت علا على الصورة وقالت حان الوقت لتكوين اسرة وتلقت لكتير من التهاني من قبل المتابعين واكنت علا كشفت عن هوية العريس بعد اعلانة زواجة واكدت انه بريطاني من اصول عربية احتفلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك بعيد ميلاد ابن جورج ونشرت صور من المناسبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وابيرك المتابعين لابن جورج بعيد ميلاده من بينهم الممثلتين امي صياح واستفاني عطلة والكاتب والممثل طارق سواد ونشرت ريتا كمان صور من طفولتها مع رفقاتها الدول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري عند وصولها للقاهرة لحضور حفل ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي واللافت بالموضوع كان ظهور ياسمين وهي لابسة عبية وحجاب عراسة عند وصولها لمدينة جدة الجمهور اتفاعل بشكل كبير مع اطلالة ياسمين واعتبروا انه الحجاب والعبية لابن لا كان معكم بموجز الفن علي صولي لا تعرفوا كيف في الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على الوديو